في الراب السوداني ما في عنصرية ما في غبلية ما في جهوية في منافسة في مجموعات وقروبات وفي شركات متسيطرة على الراب السوداني انت كزول مغني راب ودائر تكون نجم من نجوم الراب لازم تكون جزو من المجموعات دي أو تكون من الشركات دي الشركات دي ما شركات شخصية ولا شركات وطنية دائر رابرس زي وزيك اتفقوا بيناتهم يعملوا شركة حقات مسيقة عملوا لنفوسهم إعلام ودعاية وسيطروا على السين السوداني أو الراب السوداني أشهر الصفحات اللي بتتكلم عن الراب السوداني أو اللي بتنشر أخبار الراب السوداني بتركز على خمسة أو ستة رابر سودانيين فقط لأنه الأربع والخمسة رابر سودانيين دي هم الأسسوا الشركات دي هم الأسسوا المجموعات دي هم الدعم المجموعات دي وحتى اليوم هم اللي بيدعموا أو الداعم الرئيسي للمجموعات دي أنت كرابر صاعد في السين أو داخل على أرابر السوداني جديد؟ أنت دائرة المجموعة التي تنشر لك لكن أنت ما شاركت في تأسيس المجموعة هذه ما شاركت في دعم المجموعة أنت ما قدمت أي حاجة للمجموعة المجموعة هذه في ناس أسسوها ودعموها وبنوها ما ممكن أنشره لك بصورة واضحة وصريحة هنا بتجي المشكلة مباشرة أنت بتقول في عنصرية والناس دي المادرين يدعموني لأنه أنا جاي من المنطقة الفلانية لأنه أنا ما منهم حية أنت أصلا ما منهم ما أنتاش نجاي من المنطقة الفلانية أنه نزل أسس الشركة دي بجهد شخصي ومجهود شخصي وبأموال شخصية الشركة دي حقتهم بتنشر أخبارهم هم هم أصبحوا مسيطرين على السين السوداني لأنه سيطروا على إعلام الراب السوداني ده واحد الرابرس الكبار في السين السوداني بيحترموا بعض لدرجة بعيدة شديدة ما بيسيئوا لبعض ما بيسيبوا لبعض بيحصل بناتهم صدام بيف ومنافسة لكن في نفس الوقت أنهم مستكينين استكانة كاملة في احترام صداقة وتودد بيناتهم أنت كذول رابرس داخل على السين الجديد مجرد ما يدخلت عملت بيف في داك سبيت ليداك حطمت معنويات داك لعنت داك وبعد شوية بديت أقول لي شنو أنا معزول من السين السوداني الرابرس الكبار في السين السوداني هم أصحاب وأصدقاء إذا لو هجمت على واحد منهم معناها هجمت على كل الرابرس هناك أنا الليل أجي أقول لك أنا عندي واحد صاحبي قاد يغني راب إذا لم تدخل معه في بيف تسباليه يعني تفتكر أنا بكرة حينشر لك حية في صفحتي أخي نكون واقعين شليل ثبت لك صاحبي والله ما أبنشر لك يلا دي الحية اللي بتحصل اليوم في داخل السين السوداني لو في معلومة واحدة مفيدة أنا ممكن أقدمها لك إنت كذول رابرس ما تعمل حركة أبو باي وما تقلت أبو باي نهائيا أبو باي رابرس مبدع ومميز وذول قديم في السين السوداني أما أنت كذول رابرس ما تعمل حركة أبو باي أبو باي عنده المقدرة وعنده الإمكانية أنه يدخل بيف مع أي رابرس لأنه ما محتاج للرابرس الكبار في السين السوداني وهو زيب نفسه كبير وذا كلام حق وحقيقة أما أنت كذول رابرس يدخل رابرس جديد يدخل بيف مع زنغولا يتعرف زنغولا لو وقت معك صورة سيلفي يتوصلك وين يدخل بيف مع صول يتعرف صول جدل وقابك في فيديو من أغانيه يتوصلك وين يدخل بيف مع تودو يتعرف تودو عمل معك فيت يدخل لك وين يدخل تسيب لي جي أكس يتعرف جي أكس ودخلك معه في فيت إنت معانها قفلت الجيم كله دي مشكلة حقا الرابرس جديدات اليوم تأتيوا داخلين السين جديد ما بتحترموا الأقدمية يدخلوا للقدام يدخلوا معنوية القدام وتدخلوا في البيفات حي سمحي أنه كرابرس تدخل في بيف وتمش لكن أدخل مع بيف في ناس نفس المستوى حقا إنت مستوىك في الربكم أربعة سنة أدخل منت معاكم أربعة سنوات إنت مستوىك في الربكم والله عندي أغنية واحدة أدخل معنا في عندهم أغنية واحدة أدخل معهم في بيف ما أتمش تسبلك لأن رابرس كبير قاعد هناك في نفس الوقت إنه رابرس دي عارف إنه هو كبير وأصحابه كلهم كبار مسيطرين على الساحة إنت هجمت على واحد معنا حجمت عليهم كلهم أبو باي عمل الحركة دي وعايش أبو باي هو كبير وقاعد يلعب مع الكبار انتهى لغاية هنا ما تعمل حركة أبو باي نهائيا مثلا عندنا بعض الربرس بيذكروا أسماء قبائلهم في الرب ودي حاجة سمحة شديدة ومميزة وأنا ذاتي قد أذكر يسم قبيلتي أو قد أشغل أغاني حق قبيلتي لو رجعت في الصفحة القديدة بتلقى أغاني قبيلتي كثيرة قاعد هنا كله زل في السودان هناك عنده قبيلة وعارف نفسه جاي من ياته منطقة ومن القبيلة والحجدين احنا كله نفتخر بها ما فيها عب ولا تمثل عنصرية ولا تمثل سيطرة على السينة السوداني كنت تلقى ثلاثة أربعة رابرس في قمة السينة السوداني جايين من نفس المنطقة أو جايين من نفس القبيلة ويفتخروا بقبيلتهم ويقولوا اننا مصيدرين على السينة السوداني ت Leuten صح قد أصلك الغمة في السينة السودانية يفتخر والزولة لم يفتخر بيقبيلت لأنه أصلاً ما عنده أصله وما أعرف أصله جاي من وين عشان كده ما يفتخر في قبيلته دي حاجة عادية ما عنده علاقة بعنصرية وحيذا ألي حل بصورة مختصرة ومفيدة ما في عنصرية داخل الراب السوداني بدر تصنع التحالفات بدر تصنع الإعلام حقك يا صاحبي بتعبر ما قدر تعمل التحالفات ما قدر تعمل الإعلام ما عندك الميزانية يا أخي العزيز ما في لك عبور في الراب السوداني اليوم في الوضع الحالي الراب صوري أكتر من أنه يكون لقوي يعني باراتك القوية والعمي غدا يحتفظ بها وبالله وأشرف مويدة تعال صور لينا في فيديو جودة عالية دخل فيه وأفضل الماركات ويجب فيه أي أنواع الحيات اللي بيقدر تجيبها يعني حاجة بتاعة الشو ونزل الفيديو حقك ويكون عندك بعد ذلك المحيط حقك اللي بيتفهم الحيات اللي تقدر تعملها هو اللي بيدعمك أما أنت كتجين ببارات عجيبة وعظيمة وقوية وحيات دي وما عندك فيديو جودة عالية ما عندك صورة أخي العزيز قدت ضيع في زمنك وما بتكسبية حية نكون واغعين شديد طيب نجي نشوف النقطة الأخيرة والضرورية المفردة اللقوية في الراب مثلا ليه تجي تشوف رابرز بيستخدم مصطلحات 18 فما فوق كلها نبس وإساءات وبعد فترة بيجي يقول لك والله أنا قد أغني من زمان وما عبرت لشنو؟ أولا الشركات الإعلامية والتعاونات بتنظر للغة حقتها كتا بتستخدم إساءات نبس وفي كل سباب وحيات دي الشركات الإعلامية بتبتعد عنك إبتعد كامل ما بتقترب منك نهائيا الناس اللي دارين يتحالفوا معك برضو بيبتعدوا لأنه اللغة كتا كعبوا كلك شتائم ونبسوا إساءات في الحالة دي بديتقول في عنصرية وأنا نزل مبتعدين عني وما في نزل مبتعدين عني وما دارين يتعاونوا معي لأنه أنا من المنطقة الفلانية أو من القبيلة الفلانية أخي العزيز ما عندك الميزانية قوية ما عندك مجموعة قوية للإعلام ما عندك جروب قوي حق رابرس وفنانين وإعلاميين عشان يدعموك إضافة لأنه اللغة الإساءات تمحة تعبر في السين السوداني نهائيا وما تيجي تبكي تقول في عنصرية ما في عنصرية في السين السوداني للمرة المليون بعد الألف الحاجة إذا أنا اتحققت فيها لمدة أربع سنة قاد أبحث هل في عنصرية داخل السين السوداني ولا ما في؟ اللهي أنا وصلت لنتيجة نهائية ما في أي عنصرية داخل السين السوداني ما في أي عنصرية داخل الرب السوداني سوداني